بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم عزيزي المشاهدين ان شاء الله رب تكونوا بخير وسعادة دايما يا رب طبعا الحلقة النهاردة بتاعتنا هتكلم عن حاجة اسمها الجلتراب زي ما احنا شايفينه في الفيديو طب ايه هو الجلتراب الجلتراب ده يعتبر جزء مهم جدا في منظومة الصرف الصحي لاي مبنى لاني بيفترض انك بترمي عليه زي ما arada شايفينه في الفاتحة الموجودة دية بترمي عليه كل عمدان الصرف كلها كلها بتطلع من المبنى او بتنزل من الفيديو بتاعتك او من العمارة. قبل ما توصل لغرفة التفتيش في عن نهاية كل عمود صرف او كل عمود بينزل مية من فيلا بتاعتك او مبنى نهايته بتعمل الجلتراب بيدوره الدراب ده بعد كده بيتوصل بغرفة التفتيش مباشرة. فيعتبر ده منظومة الصرف. طبعا منظومة الصرف من الداخل للخارج يعني مثلا من المبنى الى الخارج هي زي الاحواط زي المغازل زي الشوارات زي البنيوهات. كل ده بيترمي على الارضية طبعا او البيبة احنا بنسميها بيبة او الصفاية. بعد كده البيبة دية بدورها بترمي على عمود الصرف. وبدوره عمود الصرف بيرمي على الجلتراف. فبيعمل حاجة اسمها مانع مائي. يعني زي ما انتم شايفين الشكل الجلتراف من تحت كده زي فيه كورة او فيه جزء. الجزء ده بيتملي بالمية او بيعمل حاجز مائي. فما بيخليش الروائح الكريهة اللي هي موجودة في غرف التفتيش تقدر ترجع للبيت اه عندك ومحصلش فيها اي اه مشاكل او اي روائح كريهة. برضو انت تقدر برضو ترمي عليها فيما يخص الصرف الداخلي. اه احواض المطابخ وما الى ذلك. طب كلمة جلي تراب. كلمة جلي تراب. جلي يعني رواسب. تراب يعني مسيضة. يعني مسيضة الرواسب. الجزء اللي موجود تحت ده بيصطاد اي رواسب يعني المية نزلة في المصورة بتاعت الصرف. فبيقدر يصطاد اي رواسب موجودة. تمام? ويقوم ايه? الرواسب دي تكون مستقرة في الجزء او البطنية بتاعت الجلي تراب دي. فبتمنع وصول الرواسب دي لغرفة التفتيش فبالتالي بتقلل احتمالية انسداد الغرف التفتيش او احتمالية انسداد الصرف. طبعا انت ممكن ترمي على الجلي تراب اكتر من عمود صرف او عمود. اه اه صرف مية سواء في الفيلا او سواء لمبنى فبيتجمع بتجمع المية دي او المية دي بتوصل بالجلي تراب زي ما بدرها غرفة التفتيش بيكون عندها حاجة تاني اسمها رداد في نهاية الخط. الرداد ده بيمنع رجوع المية اللي بترمي او اللي بتمشي من غرفة التفتيش الى البيارة او الى الصرف الرئيسي وبالتالي بتحافظ على المنزل بتاعك او لقدر الله يحصل اي انسداد او اي رشح في المنظومة بتاعتك. فاتمنى ان شاء الله يكون وفقته وعرفته يعني ايه جلي تراب. اه متنسوش دعمونا بالاشتراك في القناة تفعيل الجرس عشان نسلكم كل حلقاتنا بازن الرحمن. كان معاكم مهندس حاسم نبيل ويومكم سعيد.